السلام عليكم صباح الخير لكم جميعا ونهاية أسبوع جميلة إن شاء الله نبدأ أصدقائي جولتنا لإخبارية المختصرة لهذا اليوم بالخبر الأول الذي تتكلم عنه جميع الصحف الألمانية وهو الشجار الذي حصل بمدينة أسن بولاية شمال الرين فيستفالن بين عائلتين أجنبيتين بسبب مواعدة مواعدة تعارف تمت بين شاب وشابة هذه المواعدة التي لم يرضى بها الأهالي المهم أصدقائي تتكلم الصحف الألمانية وتقول بأن شاب عمره 26 سنة التقى مع شاب عمرها 20 سنة بمدينة أسن وعزمها لوجبة العشاء بأحد المطاعم للأكلات السريعة بمدينة أسن وعندما التقى ممكن شاهدهما أحد الأشخاص من أحد العائلات وأخبار العائلة بعد ذلك قالوا بأن عائلة الفتاة وهي من عائلة سورية ومن هذا المنبر تحية طيبة إلى أهالينا وإلى الأحبة المتابعين من دولة سوريا الحبيبة المهم قالوا بأن عندما سمعت العائلة الخبر لم يرق لها الأمر خصوصا أنه عندهم حسب الصحف الألمانية مشاكل مع العائلة الأخرى عائلة الشاب التي لم يذكروا ما هي جنسيتهم قالوا بأن لا يوجد تفاهم بين العائلتين ما جعل العائلتين وأشخاص كثيرون يذهبون إلى المطعم يحملون السكاكين يحملون الصواطير فحصلت معركة كبيرة بين العائلتين وانتهت أيضا هذه المعركة بتدخل الشرطة وجرح شخصين جروحا طفيفة شارك في هذه العركة أربعين شخصا أصدقائي والشرطة عندما جاءت وجدت عشرين شخصا في المكان وتم التعرف على أربعة أشخاص واحد أيضا من الأشخاص الذين تعرفوا عليه عمره سبعة عشر سنة الشرطة ما زالت تحقق في الحادثة وأيضا في الأمر الخاص أيضا بتخريب المطعم لأنه تم تخريبه بسبب أيضا العركة وتظن الشرطة بأن الشجار له علاقة أيضا بخلافات عشائرية بين العوائل الأجنبية أصدقائي ما زالت تداعيات الحفلة التي قام بها مجموعة من الشباب الألمان في حانة بجزيرة زيلت شمال ألمانيا وهي جزيرة مشهورة ومحبوبة جدا عند الأترياء وعند المشاهير الألمان وكما قلت لكم في فيديو يوم أمس هذه الحفلة شارك فيها مجموعة من الشباب الألمان وكانوا يحتفلون وكانوا يغنون وكانوا يعني يقولون شعارات عنصرية مثل ألمانيا للألمان والأجانب اطلعوا بر وأيضا ما أتار يعني أيضا الإشمئزاز وأيضا ما أتار أيضا الانتقادات كثيرا وأيضا أتار الغضب أن الشباب الذين شاركوا والذين كانوا يغنوا ويهتفون بهذه الهتافات أغلبهم يعني من عائلات ميسورة عائلات متوسطة عائلات متقفة وأغلبهم أيضا يعمل وأغلبهم مثلا متقف ودارس وهذا أيضا ما يعني زاد الغضب بشكل كبير صاحب الحانة التي كانت فيها هذه الحفلة نشر بيانا استنكاريا على الإنستغرام وأكد فيه عدم تسامحه مع هذا السلوك العنصري وأن المطعم سوف يقوم بالإجراءات اللازمة ضد المتورطين أيضا السلطات الألمانية دخلت على الخط وفتحت تحقيقا من قبل الشرطة بتهمة التحريض على الكراهية واستخدام رموز محضورة ووصف مستشار ألمانيا أولاف شولز الشعارات بأنها مقززة وغير مقبولة ومن جانبها قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزا أن من يهتف بشعارات نازية هو عار على ألمانيا هذه ليست هي الحفلة الوحيدة التي حصلت فيها مثل هذه الأمور وأن من كانوا يرقصون ويغنون كانوا يغنون شعارات عنصرية بل حصل أيضا حادث مشابه في ولاية نيدا زاكسن عندما هتف مشاركون في مهرجان شعبي بشعارات عنصرية وتم أيضا الإبلاغ عن الحادثة لدى الشرطة سألوا بالصحافة الألمانية خبيرة في مجال التطرف اليميني التي قالت بأن هذه الحوادث تدل على أن تطبيع المحتويات اليمينية المتطرفة يعني للأسف توغل في المجتمع الألماني مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على مناطق معينة أو على طبقات اجتماعية محددة بل أصبح التطرف اليميني والأفكار العنصرية للأسف للأسف تنتشر بين جميع فئات المجتمع في ألمانيا وهناك أيضا من السياسيين والاجتماعيين الذين يدقون ناقوس الخطر أدلى وزير داخلية ولاية بايرن يؤخيم هيرمان من حزب CSU الاتحاد المسيحي الاجتماعي بتصريح لقناة فيلت تيفي الإخبارية الألمانية وقال لا يمكن أن تكون هناك مكافآت لأولئك الذين يتخلفون عن الخدمة العسكرية في أوكرانيا وطلب وزير داخلية ولاية بايرن طالب بوقف المساعدات الاجتماعية يعني مساعدات جوب سنتر على الأقل على الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد وتكلم أيضا وزير داخلية بايرن على التوزيع الغير متساوي للاجئين الأوكرانيين في أوروبا حيث انتقد وقال لا يعقل بأن ألمانيا استقبلت عشرين ضعفا ما استقبلته فرنسا من اللاجئين الأوكرانيين لأن حسب آخر تقرير للضمف ألمانيا استقبلت تقريبا أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ أوكراني بينما فرنسا لم يتجاوز عدد الأوكرانيين الذين استقبلتهم المائة ألف ويرى وزير داخلية بايرن بأن هذا الأمر حسب رأيه غير عادل كما قال بأن اندماج الأوكرانيين بسوق العمل مرتبط بحصولهم على المساعدات الاجتماعية لأنه يرى بأن حصول الأوكرانيين على المساعدات الاجتماعية ومساعدات جوب سنتر لا يشجعهم على العمل لأن حسب آخر الإحصائيات فقط 20% من الأوكرانيين في ألمانيا من يعملون وتمانون بالمئة تقريبا يحصلون على مساعدات اجتماعية وقال وزير داخلية ولاية بايرن أن ما لا يقل عن 200 ألف أكراني يعيشون في ألمانيا يحق لهم القتال مع الجيش الأوكراني والدفاع عن وطنهم ضد المعتدين الروس وقال لا يمكن أن نسمح لهم بالتهرب من الخدمة العسكرية بينما ندعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وأكد أنه من غير المناسب أن تستضيف ألمانيا الجنود الذين يجب أن يدافعون عن بلادهم وشدد على ضرورة مناقشة الحكومة الألمانية يعني أن تناقش مع شركائها الأوروبيون مسألة توزيع اللاجئين بشكل عادل وأيضا طالب بإعادة النظر في دفع المساعدات الاجتماعية للأوكرانيين يعني حصولهم على مساعدة جوب سنتر خاصة للرجال الأوكرانيين الذين يجب أن يؤدوا الخدمة العسكرية في بلادهم وقال مرة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مكافآت لأولئك الذين يتخلفون عن الخدمة العسكرية ما رأيكم أصدقائي بأنه بعض الأحزاب خصوصا الأحزاب الكبرى بالمعارضة خصوصا حزب الـ CDO الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الـ CSO الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي يحكم بايرن ما رأيكم بأنه غير لهجته أمام اللاجئين الأوكرانيين هل تظنون أنها فقط في مرحلة الانتخابات أم تظنون بأنه فعلا التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا يمكن أن يتغير أيضا مع الوقت كما تغير أيضا التعامل مع مجموعة كبيرة من الجنسيات التي في البداية كان يتم الترحيب بها لكن مع الوقت بدأ يتم الضغط عليهم إما العمل أو الخروج من مساعدات مثلا جوب سنتر محبي كرة القدم هذا اليوم على موعد مع نهائي كأس ألمانيا ما يسمى بـ DFB Pocal الذي سوف يجمع بين فريق ليفر كوزن بطل الدوري الألماني الذي أمامه اليوم فرصة كبيرة للفوز أيضا بكأس ألمانيا وتحقيق الإزدواجية وسوف يواجه فريق ليفر كوزن هذا اليوم فريق كايزا سلاوتان الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية للدوري الألماني المبارأة النهائية بين ليفر كوزن وكايزا سلاوتان سوف تجرى بمدينة بيرلين العاصمة الألمانية وسوف تبدأ الساعة الثامنة مساء وسوف تنقل بالتلفزيون الألماني القناة الثانية CDF على الساعة الثامنة مساء ففرجة ممتعة كي تتوصلوا دائما بالجديد أصدقائي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس أتمنى لكم يوما جميلا ونهاية أسبوع جميلة بإذن الله شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء